أهلاً وسهلاً بكم في قناة عالمنا الغريب معنا ستكتشفون عوالم مجهولة وغريبة أسراراً تحير العقول مغامرات لا تنسى اكتشافات مدهشة انضموا إلينا وكونوا جزءاً من هذه الرحلة المثيرة في عام 1943 حدثت قضية فيلادلفيا وهي قصة مزعمة عن تجربة عسكرية أجريت خلال الحرب العالمية الثانية تقول للأسطير أن القضية تتعلق بتجربة سرية أجريت في ميناء فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا حيث قام العلماء بمحاولة جعل سفينة حربية غير مرائية للعدو باستخدام تقنيات الكهر ومغناطيسية وتقول للأسطير أيضاً إن النتائج كانت مروعة مع تأثيرات جانبية غير متوقع على أفراد الطاقم مثل ألن السهار مع الهيكل الزمني والاختفاء الدائم لبعض الأفراد يبقى هذا القضية محاطة بالغموض والجدل مع عدم وجود دليل قاطع على حدوثها وكانت في طريقها إلى البرازيل خلال الحرب العالمية الثانية في مارس 1943 أثناء رحلتها اختفت السفينة فلادافيا بشكل غامض بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية تم إرسال طائرات وسفن بحث وإنقاذ من قبل الحلفاء للبحث عنها لكن لم يتم العثور عليها أبداً وظلت مصيرها مجهولاً حتى اليوم اختفاء للسفينة فلادافيا يعتبر واحداً من الغاز البحار الكبيرة والمثيرة التي لم يتم حلها حتى الآن ولا يزال الباحثون والمهتمون يناقشون حول ما قل